اكتسبت العلاقات المصرية التونسية زخماً كبيراً خلال السنوات الأخيرة عززته رغبة وإرادة سياسية مشتركة لدفع تلك العلاقات لأفاق أرحب التعاون الاقتصادي جاء على رأس المجالات التي تنتظر نقلة نوعية في العلاقات الثنائية تحت مضلة المصالح المتبادلة والمشتركة للبلدين مصير واحد وتعاون تاريخي قضى مصر وتونس لتحقيق تقارب شديد خلال السنوات الأخيرة تقارب ترجمته الزيارات المتبادلة وعكسه حرص البلدين على نقل العلاقات بينهما لآفاق أرحب إرادة جادة عززها وجود آليات مؤسسية للتعاون الثنائية وأبرزها اللجنة العليا المشتركة التي تأسست في شهر أبريل من عام 1988 للتنصيق والتشاور على صعيد مختلف المجالات فعلى الصعيد الاقتصادي توجد العديد من الاتفاقيات الموقعة بين مصر وتونس أهمها اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين مصر والدول العربية واتفاقية أغادير بين مصر وتونس والمغرب والأردن وكذلك اتفاقية التبادل التجاري الحر بين مصر وتونس فضلا عن عدد من الاتفاقيات الأخرى مثل منع الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتعاون العلمي والتكنولوجي والتعاون الصناعي وبالأرقام تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 600 مليون دولار خلال عام 2021 وذلك وفقا للسفير التونسي في القاهرة وفي هذا الإطار تتمثل أهم الصادرات المصرية إلى تونس في المنتجات البترولية والأقمشة القطنية والسلع الغذائية والحديد والصلب فضلا عن الأجهزة الكهربائية والمصنوعات البلاستيكية والزجاجية بينما تتمثل أهم الصادرات التونسية إلى مصر في المنتجات الكيموية ومستلزمات تصنيع السيارات والجرارات والمنتجات الورقية والأجهزة الكهربائية والمنتجات الخزفية إلى ذلك تنضي العلاقات المصرية التونسية بإرادة سياسية جادة وشراكة استراتيجية قوية عنوانها المصالح المشتركة ترجمة نانسي قنقر